المتفجرات والألغام في المحافظات التي فرت منها المليشيات الحوثية وأعلنت مؤخرا عن نزع 2956 لغم كانت زرعتها المليشيات في عدد من المحافظات في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر الفائت مسام أعلن أن إجمالي ما تم نزعه منذ انطلاق المشروع في العام 2018 حتى السادس من سبتمبر الجاري 87781 لغم سرعتها المليشيات وراح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخضيرة المليشيات الحوثية لم تكتفي بقصف منازل المواطنين وحسب بل تتاجر في أشلاء الأبرياء وقتلهم من خلال تحويل مزارعهم ومناطقهم السكانية إلى حقول ألغام تتربص بخضوات الأبرياء 2956 لغم نزعتها في رقو مسام الهندسية خلال أسبوع واحد في إضار عملها الإنسانية المتواصل للحيلولة دون حدوث ضحايا جديدة وإعاقات تصاحب المدنيين ومآس يصعب نسيانها مع مرور الأيام والسنين ترجمة نانسي قنقر